أرحب معي في الستوديو الفنانيين التشكيليين بسام الخليفي وسعود الرشيد هلا وسهلا بكم بسام وسعود هلا وسهلا كيف حالك هلا وسهلا تمام شهر باركم والله الحمد لله هلا وسهلا يعني بداية أنا أسألك بسام يعني كيف جاءت فكرة هذا المشروع اللي شفناها الآن على الهوى في هذا الفيديو المسجل عبارة عن فن الغزل والنسيج الحقيقة الفكرة جاءتنا من الاحتياج البسيط جدا يعني فأيام الحجر كنا نأثث نعيد تأثيث الغرب والسوق ملبح احتياج اللي في بالنا فعشان كذا سوينا سجاد من الخاص يعني ايش ايش فكرة المعرض اللي سويتو أصلا يعني كيف كنت سويت سجاد أثناء ترتيب الغرف أو حتى التأثيث ولكن يعني كيف جاءت فكرة أنه نسوي معرض طبعا هذا عقوب شغل تقريبا سنة كام لا عقوب ما تعلمنا شغلة هذي كلها يعني كان الموضوع أبدا مسهل أنتو أصلا في البداية يعني هل كنتوا من زمان يعني متعملون في هذه الحرفة قلت لك أنا يوم كتشفنا السوق ملبح احتياج اللي في بالنا بحثنا عن الشغلة ولكن انتو في الأساس رساميين او؟ لا أنا بالأساس أنا رسام اه سعود يحب الفني احب الفن طيب وكيف انتقلت يعني هل ساعدك الرسم في أنه تدخل في الفن النسيج والغازل؟ ايه ساعدني بشكل مرة كبير بحكمني فنان ورسام مرة ساعدني خاصة أني أحب الشغلة يعني لما أنا سوي الشغلة مرة مبسوط فهمت عليه؟ بحكمني أرس أسوي الشغلة وأنا مبسوط وهل يعني استغرق وقت طويل أنك تتعلم؟ ايه مثل ما قلت لك تقريبا صار لنا سنة كاملة تتعلمون؟ ايه عشان نطلع بالمعرض اللي شفتها هذا كما صار لنا سنة كاملة الموضوع أبداً ما كان سهل يعني في البداية بحكمنا يعني صوف يعني أشياء مرة أشياء كثير يعني أنا كتشوفها مرة سهلة بس يعني لما جيت الواقع وجربت الشغلة مرة صعبة جداً اطلعت صعبة طيب سعود يعني ليش اخترت النسيج تحديداً أو فن الغازل؟ طيب زي ما تفضل السادة بسامة بخصوص أن تم اختيارنا للنسيج من احتياجنا يعني أننا كنا راحين للسجاد والسجاد اللي حصنا في السوق ما لاب احتياجنا أريد أن نبغاها قطع فنية وبألوان معينة فهذا اللي خلاننا نتوجه للنسيج يعني أنتم ما لقيتوا الألوان اللي تبغونها والأشكال اللي تحتاجونها فقررت أن تصنعوا أشياء خاصة فيكم زي ما تبغون بالضبط طيب يعني ما أهم الأشياء اللي تعلمتها خلال فترة جائحة كورونا وتعلمك لهذا الفن تحديداً؟ أن نصنع شيء بدأنا أو نتعلم حرفة يدوية جديدة ففنان يعني بسام من زمان هو رسام فيرسموا عنده لوحات الخاصة أنا أحب أجمع القطع الفنية عندي صغير يعني فما كان عندي حرفة معي أنا فاجتمعنا فجاء احتياجنا للسجاد هذا فاتفقنا أننا نتعلم ونأخذ يعني الستيديو حقنا ونشوف هل نقدر نطلع بشيء ولا لا كل واحد يكمل الثاني وإكتمل المشروع بالضبط الحمد لله طيب بسام يعني إيش فكرة دمج الألوان يعني شفنا الألوان موجودة في كل عمل فني في كل قطع صحيح طبعا المعرض كان اسمه اللون كمشهد اللون كمشهد اللون كمشهد الفكرة جت من أنه كيف الألوان الفكرة جت من كيف أن كل لون يخلق معه شعور لكل شخص مختلف تمام فأنا بالشخص يجي يوقف قدام القطعة يشوفها بمشهد خاص فكل لون يعبر عن مشاعر وحسيس مختلفة ممكن بي لون يذكرك بذكرة سيئة ممكن بي لون يذكرك بذكرة حلوة فهذا الانترناها بكل اسجاد لشخص يوجد قطعة ويشوفها بمشهد خاص طيب السعود يعني كيف رصدت الإقبال على المعرض خلال أيام الثلاثة كيف كانت كذلك القطع وانطباع الناس عنها أمانة أن الإقبال كان أكثر من رائع لدرجة أنه أنه خلص المعرض كان ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام الناس يروحون لنفس المكان ويسألون عن المعرض ويرسلوننا أنه ليش قفلنا وليش خلينا مدتها ثلاثة أيام فاللهم لك الحمد يعني كان الإقبال فوق المتوقع إيش أهم الرسائل اللي جاتك خلال يعني وجود المعرض وهل يعني كيف شعورك وانت تشوف الناس معجبة بالقطع الفنية الموجودة أمانة أنه هو تحدي لنا كبير للكلكلكشن الثاني لأنه الناس كلهم قاعدين ينتظرون للكلكشن الثاني يناوين يعني بإذن الله ثاني وثالث ورابع ومشاء الله نستمر بإذن الله طيب بسام الأعمال المعروضة هل كانت مسموحة أو معروضة للبيع وهل كان هناك يعني إقبال على شراء هذه الأعمال الفنية هل هناك طلبات خاصة نعم كل الأعمال اللي كانت معروضة في المعرض كانت كلها معروضة للبيع طبعا كان الإقبال مرة كبيرة يعني من 13 قطعة وكثير كثير من الناس يريدون أن نسوي لهم طلبات خاصة بالديزاين المعين والشكل اللي يريدون وناوين يعني تبدأوا هذا المشروع وتتوسعوا فيه أكثر إن شاء الله بإذن الله يعني أنا حاليا في السوديو ما في الأنا وسعود فالبداية الموضوع صعب شوي فإن شاء الله مع الأيام بإذن الله طيب سعود هل هناك فنانين سعوديين يعني سبقوكم لهذا المشروع بهذا الحجم وبهذه الفكرة بهذا الإبداع أمانة على حد علمنا ما رأينا ناس أو أشخاص في الساحة في مجال هانتفتينج برضو بعض من أعمالنا هي يعني تجسيد لبعض أعمال الفنانين رائعين سبقونا كقطعة فريدا والسجادة العائمة أنا شفناها نعم وبقية الأعمال أو بقية القطع هي من تصميم يعني تصميم أصلي من تصميم الساد بسام طيب بسام ماذا بعد معرض غزلة؟ حاليا قد نشتغل على قطعة فنية اليوم الوطني اه قد نشتغل قطعة فنية اليوم الوطني كل اللي متحمسين اللي جاييني فبإن الله يعني راح تكون شيئا مرة حلوع في المستقبل بإن الله راح نشتغل شيئا مرة كثيرة طيب انت تكلم عن معارض جايين وكلك لك شيئا ثاني متى ممكن الناس تشوف طب مثل ما قلت لك ما في لانا و سعود حاليا في السوديو فالموضوع صعب لنطلع بشكل أسرى فنحتاج وقت إن شاء الله بنطلع بشيئا مرة كثيرة بإن الله طيب سعود هل صار بينكم وبين وزارة الثقة فأي تواصل إيش تحتاجون أنتم كذلك من وزارة الثقافة كفنانين مبتدئين في عالم الغزل والنسيج وهذه الحرفة وهذا الفن والإقبال عليه طيب أمانة بعد الانتهاء المعرض تواصل معنا كثير من الجهات الحكومية والخاصة وكنا جدا مبسوطين بتواصلهم معنا فمن ناحية احتياجنا يعني الاحتياج الأكبر هو تصير فيه عندنا مساحات واسعة للعمل والاستثمار في المهارات اللي عندنا يعني هل تحتاجون لمثلا تطوير في المهارات أكثر حتى تصيرون محترفين وربما تنافسون في أماكن ومعارض عالمية نعم الإنسان يعني ما يتوقف عن التعلم فإنه في احتياج التعلم كل يوم فمهما وصلنا من يعني من إبداع التعليم ما يوقف المفروض ظننا نتعلم أكثر وأكثر فإن شاء الله بحول الله طيب وانت بسام يعني كفنان يعني مرسام في البداية والآن تعمل في فن النسيج والغازل إيش تحتاج من دعم من وزارة الثقافة من الجهة اللي ممكن تقدر تخدمك وتفيدك كجمعية الثقافة والفنون مثل ما قال سعود الاستثمار وتطوير المهارات الموجودة عندنا يعني هذا اللي نحتاجه